السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء البحثين النهاردة نتكلم عن البحث الثاني واللي تم طلبه من التسادة البحثين في مدية إدارة الأزمات المستوى الثالث دكتوراه مهني بيكان بيكلم على سؤال أو إجابة عن سؤال كيف يمكن البنوك أن تدير عملها في ظل تداعيات أزمة كورونا البحثين بدأوا في البحث بتاعهم بيتكلموا على المقدمة وإزاي تعاملت البنوك العالمية في ظل أزمة كورونا هيتكلموا على بنك من إنجلترا والبنك الفيدرالي الأمريكي والمركز الصيني والبنك الاسترالي والبنك الكندي والمركز الأوروبي هذه عندنا ست بنوك أجنبية هيجبونا على سؤال اسمه كيفية المحافظة على سلامة النظام المصرفي في ظل أزمة فيروس كورونا وهيقولونا بعض التوجهات الإضافية للمصار المستقبلي لعمل المصارف لمجابة الأزمة الحالية ورابعة نقطة هيتكلموا عن إجراءات البنك المركزية أو إجراءات البنك المركزي المصري لإدارة أزمة كورونا وتعليمات احترازية للبنوك تحسبها لحدوث أي تدعويات من فيروس كورونا المستقبل وبيطرح الباحث سؤال في الآخر هل سيكون كل هذه الإجراءات كافية لمواجهة أزمة كورونا وتقليل تأثيراتها السلبية على عمل البنوك ويتكلموا عن الرأي بتاعهم المراجعة أنا شايف تأسيمة دي تعتبر تأسيمة كويسة لكن تعالوا نشوف المتن بتاع البحث المقدمة بيقولوا أن في الحقبة الأخيرة على مستوى العالم حدثت العديد من الأزمات وكان من أهم هذه الأزمات الأزمة اللي حصلت في 2020 وهي أزمة تفشي كورونا وأصبحت الأزمة كورونا أزمة عالمية بل عدة مرحلة الأزمة من مراحل الجائحة وبنبص في الآخمة إيه إن هما البحثين هنا بدأوا يكتبوا رقم واحد ده رقم ده واحد اسم المرجع أو الجملة دي جابوها مني طبعا أنا بشكر البحثين لسه جابتهم في البحث الأولاني إن هما نحنا قلنا البحث الأولاني إن هما لم يوفقوا وطلبت منهم إن هما يحطوا مقدمة ويحط مات ويحطوا مراجع ويستخدموا الإشارات وفعلا تم الاستجابة لهذا الطلب فأنا بداية أشكرهم على إن هما بدأوا يستجيبوا لهذه الطلبات أيضا خدوا مرجع تاني هوات رقم اثنين نبدأ نتكلم على السؤال اللي هما حطوه كيف تعاملت البنوك العالمية في الزل أزمة كورونا يقولوا إن في الوقت الذي بيواصل فيه فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح حول العالم بتسعى الحكومات جاهدة للحد من تدعيات المرض على اقتصادياتها عبر توجيه الجنوك المركزية لإتخاذ مجموعة من التدابير الاحتياطي فعلى سبيل المثال بدأوا يتكلموا على بنك إنجلترا نجد إن بنك إنجلترا حدثت مجموعة من التحركات حيث كان بنك إنجلترا اللي خفض أسعار الفايدة 50 نقطة أساسا لتبلغ معدل الفايدة ربع النقطة المقاوية كما كشف أيضا عن تقليص متطلبات رأس المال البنوك وتوفير حزمة تعمل شركات متوسطة وصغيرة ووصلت لـ 100 مليار جنيه استرداد البنك أو الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي خفض في الثالث من مارس الفايدة بـ 50 نقطة أساس في خطوة مفاجأة لم تسجل منذ عام 2008 وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماعه الرسمي الذي عقد في السابع عشر والثامن عشر من مارس عام 2020 نتيجة أنظار الجميع إلى الاجتماعات والخطوات المقبلة ولسيما اجتماع الفيدرالي الأمريكي استصعر الأسواق على أساس قيام البنك بخفض كبير للفايدة قد يصل لـ 50 أو ربما 75 نقطة أساسية أيضا المركز الصيني نتيجة الأزمة كورونا بدأ ياخد مجموعة من التحرقات لمواجهة تدعاية الفيروس في فبراير 2020 بدأ يخفض معدلات الإقراض الرئيسية لعام واحد بس وصل 4 و 5 من 100% كما سبق يعني بدأ يخفض الفايدة دية على معدلات الإقراض البنك المركزي برضو في تدعيات التعابل مع الفيروس سجل تحركات في بنوك مركزات أخرى كالمركز الاسترالي الخفض الفايدة بنحو ربع نقطة في المية بنك الكندي برضو عمل عملية تخفيض الأوروبي نفس الشيء هذه المصادر الباحثين كتبوا هذه المصادر وطبعا نشكرهم لأنهم خدوا بالهم من الملاحظات اللي أنا طلبتها منهم المرة اللي فاتت فأنا حسس أن هناك تقدم والسجابة دي الطلبة السؤال اللي هما طرحوه بيحاول جابه عليه كيفية المحافظة على سلامة النظام المصرفي في ظل أزمة كورونا بيقول والله بيقى فيه سؤال في الأسان كده بالذات للناس صنعين السياسات وكيف ينبغي ليهم الاستعداد لمواجه هذا الأمر كان صنع السياسات في العالم اجتمعوا منذ ما يزيد قليلا على عقد من الزمان وفي عرض غير مسبوك لتنسيق الجهود من أجل بدء العمل في وضع إطار تنظيمي مطور للقطاع المالي فقاموا برافع الحد الأدنى لمعيير الجودة وحجم رأس المال المصرفي والسيولة المصرفية بدرجة كبيرة ونجحوا في بناء نظام مصرفي أكثر صلابة بهدف أو بيهدف إلى أن يكون عنده احتياطي وقائي يقدر يستخدمه في الأزمات ووصفوا النظام المصرفي لمجابة كورونا أنه على غرار خبراء الصحة بيتحرك المراكبون المصرفيون حالياً في مواجهة هذا الوضع المتصارع والإستثنائي فبدأوا يحشدوا فؤلاء المراكبون ما لديهم من أدوات من مجموعة قواعد مخصصة للاستجابة للكورس طبيعية وبدأ يشوفوا أحداث الخاطر التي تحصل ويهي الضغوط وبدأ يصدق النقل الدولي بما لديه من منظور عالمي أنه يستفيد من تجاربه السبب بعد التوجهات الإضافية للمصاري المستقبلي لعمل المصارف في أزمة كورونا نجد عدم تغيير القواعد الثاني حاجة استخدام الهوامش الوقائية ثاني حاجة تشجيع تعديل الكهود وعدم إخفاء الخسائر أيضاً إضاحة المعالجة التنظيمية تعزيز التواصل التنصيق مع البنك المركزي المصري خد 22 إجرام طبعاً مش هنقول كل إجراءات ولكن طبعاً إحنا هنتكلم عن بعض هذه الإجراءات زي مثلاً تقويل ساعات العمل في الفروع بتاعة البنوك لساعة 2 زهراً بدل من 5 مساءً بدأ يقل العدد الموظفين في المركز الرئيسي لأي بنك وإنه هما بدأوا يشتغلوا من المنزل إدى أجازة 14 يوم إجدارية للعاملين العهدين من السفر خارج مصر وإنه هما يقلوش العمل إلا بعد ما يتم إجراء فحص بيهم وعمل أيضاً ضرورة وقود خطة طريقة لضمان استمرارية العمل واتخاذ القرارات عن طريق بريد الدكتوروني منع السفر للتدريب أو حضور فعاليات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وعمل إلغاء وتأجيل للتدريب الداخلي في مراكز التدريب وبدأ يعمل تفعيل للتدريب عن الوعد وفي حالة عودة أحد العاملين اللي جايين من السفر خارج مصر بيديله على طول 14 يوم إجازة وما يرجعش العمل اللي بعد ما يعمل له فحص ويتأكد من خلوه من هذا الأمر أجل أيضاً مجموعة من الفعاليات الخاصة بالمصارف أجل الرحلات أجل الأنشطة كل ده هذه الإجراءات علشان ما يزيتش من العدوى وعدم السماح بطلب وقبات غزائية من خارج المبنى الرئيسي تقليل ساعات العمل في الفروع البنك ديه ألوها من كده وهذه الأشياء طبعاً موجودة اللي هي أمو بيها السؤال اللي هم سألوه هل سيكون كل هذه الإجراءات كافية لمواجهة أزمة كورونا وتقليل تأسرة تعالى نشوف الباحثين ألوه رأي الباحثين ببساطة قد يكون من المبكر الجزم بذلك ففي هذه البرحلة تبدو الأوضاع في العديد من البلدان متأذمة بنفس درجة سيناريوهات التوقعات السلبية الناتجة عن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي تستخدمها الجهات التنظيمية المصرفية لتقييم مدى قوة نظامها المصرفي وقد يزداد الأمر سوء بنشكر السادة الباحثين السادة اللي هم الدارسين لمادة إدارة الأزمات وبنوجه نظرهم إلى أن احنا برضو محتاجين أن انتو تكونوا أكتر ضرايا البحث محتاج احنا مش هنقول بحث مستوى جيد ولكن يحتاج أيضا البحث إلى مزيد من الدراسة مزيد من التجارب البحث يعني مش عارف هما جابوا الإجراءات اللي موجودة في الجرنان بالرغم أن هما ناس في تخصص التمويل ومشغالين في البنوك إلا أن هما كانوا جابوا بعض الأحداث اللي حصلت عندهم وإيه هي الإجراءات اللي اتخذت طيب من الناحية المالية وما قالونا كل الإجراءات كشؤون عاملين البنك عمل إيه في الإجراءات الداخلية لكن ما تكلموش على أسعار الفايدة لزيجة والقلت ما تكلموش على الإجراءات الموجودة الوقائية ما تكلموش على الفرود ففي حاجات كتيرة نقصة البحث ونقصة أن هما كانوا مفروض يقولوا برضو في إدارة في البنوك إيه هي الأشياء اللي اتخذت قبل حدوث الأزمة وإثناء الأزمة وكانوا مفروض أيضا يستفيدوا من الكلام اللي احنا قلناه في زي يتم استخدام التكنولوجيا وزي نورا نتوارك زي مثلا البيك دياتا زي بعض الأشياء اللي موجودة في احتواء هذه الأزمة وكيف يمكن البنوك إنهم ما يعملوها بشكركم وبتمنى لكم بإذن الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر